حضر القائمة بأعمال رئيس الوزراء الأخطر العقلان اليوم بصنع حفل اختتام البرنامج التأهلي للقيادات الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء وتلقى المشاركون خلال البرنامج الذي تم تنفيذه على مدى ثلاثين ساعة تدريبية معلومات في مجال الإدارة الحديثة وتطبيقاتها واشتمل البرنامج الذي نظمه مركز التدريب برئاسة الوزراء بالتعاون مع مؤسسة نبض الحياة وبتمويل من صندوق تنمية المهارات على ثلاثة محاور تدريبية تمثلت في العمليات والقيادة الإدارية والمهارات المرتبطة بها حل المشكلات واتخاذ القرار إضافة إلى مقومات نجاح القائد الإداري في تحقيق أهداف العملية الإدارية القائم بأعمال رئيس الوزراء أكد على أهمية الاستمرار في برنامج التأهيل والتدريب للعاملين في جهاز رئاسة الوزراء وعفي غيره من أجهزة الدولة وعفي ختام الحفل قام عقلان ومعه القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد سوار والأمين العام المساعد بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء يحيى الهادي ومدير عام صندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج اشتركوا في القناة